وعلى خلفية غرق العبارة النهرية في مياه نهر دجلة بالقرب من جزيرة الموصل السياحية بمدينة الموصل وضمن مواقف الجمهورية التركية الإنسانية تجاه الشعب العراقي أرسل وقف الحق والحرية التركية للمساعدات الإنسانية فريقا من الغواصين المتخصصين للمشاركة في عمليات البحث عن جثث ضحايا العبارة حيث بدأ الفريق بالفعل بعمليات البحث عن المفقودين عن ضحايا العبارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبحسب البيان الخطيع من وقف الحق والحرية التركية للمساعدات الإنسانية أشار إلى أن إرسال فريق الغواصين الأتراك المتخصصين في مجال البحث جاء بطلب رسمي من العراق مبينا أن الفريق المتخصص مكون من أعضاء من مدن اسطنبول وأنقر وأنطاليا حيث انتقلوا إلى مدينة الموصل عبر منفذ فيشخابور بين العراق وتركيا وقد شارك الغواصون فور وصولهم إلى الموصل بعمليات البحث في مياه نهر دجلة عن جثث الضحايا المفقودين إثر حادثة غرق العبارة المأساوية في الموصل وفي حديثه للصحفيين قال مسؤول فريق عمليات الإنقاذ تحت المياه في وقف الحق والحرية التركية للمساعدات الإنسانية علي أيغور إننا جئنا إلى هنا اليوم بهدف الكشف عن الموقع مبينا أنه بعد معاينة المياه وجدنا أن نسبة الرؤية في مياه النهر دجلة يبلغ صفر بالمئة معبرا عن أسافه لعدم وجود رؤية واضحة في المياه مشددا أن سرعة جريان وتدفق المياه عال جدا مواضحا أن قاع النهر يحوي على مواد خطيرة مثل المعادن والزجاج مضيفا أن هذا يجعل من الغوز في هذه المياه أمرا مستحيلا